اليوم معنا شاربل صافي بالكوكينج في اشياء كتير طيبة رح تتحضر وعنا وصفتين هاي شاربل مونجور تينا كيفك اليوم سابا ماشا الحال بشو رح نبلش اليوم عنا وصفتين اليوم اكلتنا مديتيرانيون اليوم بارح كنا عاملين رح نعمل الاكلة مديتيرانية رح نعمل السلاد اكيدة ورح نعمل اصبت لتجاج هيك منعطي الطبخة عن اصبت لتجاج ومش هطول نعمل اصبت لتجاج معدب سر مانو هيك رح نعملها مع الزعتر متل ما بيعملوها بجنوب فرنسا على طول بيحطوها شوية بويون بيحطوها هيك هالأعشاب بيطيبوها اكتر رح نسكبها بهايدي الخبز الكبيرة اللي شيفتيها اللي بنا نفضيها مع شقفة باكت والسلاد حلوة السلاد يعني فيها فيها فارياتيه هيك سيفيات رح نعمل السوس من النكترين التازة عنا بوميلو بنحط فيها سويت بوتايتو الكيل عنا اكيدة رودوي تابعنا اللبناني اللي هو المشلل الجبنة افوكا واكيدة نكترين لانه بننا بالسوس موجودة هاي هاي اكلتنا اليوم يلا يلا منبلش خلينا نبلش خلينا نشيل هالسلاد نزبتها يلا نرجع من نتقل نعمل هالسخن مثل ما شفتي على طول بدنا لما نحكي بالتلين بدك شي خشب شي ياكي مبين تعطي كاكش كامبان في ميزون كون شغلة مرتبة بدنا اكيدة خشبة بلاتو هلا اكيد فينا نستعمل غير بلاتويات بس على طول نجرب نلبق البلاتو مثل ما نحكي مع الاكل نعم مازموط هلا رح نحط دغري نسكوب بالاول بدنا نبلش بالافوكاة نحطه بالكعب انا شحاتت اسس الافوكاة كوب مثل ما شفت هاودي اثنان مغطيهم لاخر شي لانه شوفت كنت رح اقل لك شي للنيلون صح نحنا بنترك هاكي مزبوط لا لانه دغري على الهوى الافوكاة ايه بسواتس ونحتارين دغري بياخدوا هاللون من المستحصان لاخر تاكي نستعملون نكشف عنهم ودغري منسكبهم لانه رح يرجع على البرودويت تاني يغطيهم يعني ما في نسكوب الافوكاة على الوجه لانه خمس دقايه بيسود ومتل ما حكينا قبل انه جاربوا تفايدوا تحطوا هالحامض على الافوكاة لانه صرت حكي عنها كزا مرة مشدد علي هذه الشغلة انه بينزع طعمة الافوكاة نحنا قليل منبسط انه سر لونه اخضر بيدله اخضر بس هو لا بيصير حامض بيصير حامض مظبوط يعني حطوا خلطوا مع شوية زيت زيتون بيطلع روعة خلاص ما في مشكلة وعليه بدلت طعمتهم موجودة هلا حطينا اول لير الافوكا مقطع الافوكا مقطع هلا بدنا نحط لير تاني فينا نحط البطاطا الحلوة بطاطا الحلوة فينا مشلوقة مشوية كنا نسلقها فينا شوية حسب شو بنحب انا بفضل تكون مشوية اكتر لي لانه بتصير اكتر تنشف بتحسي بتعم البطاطا الحلوة بيحل البطاطا اكتر لانه شلنا من المي بينما السلق عم نزيد علي المي سو على طول افضل انه البطاطا تنشوها وقدي قطيب البطاطا الحلوة المبقيها غامق لونه لانه في نوعين بسوق شابل مظبوط هو مخص مخص هو في نسبة حلوة اذا كانت بيضة ولا كانت اورانج لونه ايه؟ في نسبة حلوة يمكن تكون البيضة كتير حلوة حسب التربة اللي عم تربة فيها مظبوط بس انا بلاقي الملمس هاي دي مبعر بطلعا هديكة شكلة اكتر شكلة يمكن هي بشهي اكتر مظبوط حتى هاي دي لونه لايت اورانج بعد فيه اه اغمق مظبوط اللي هي الامبورتين اللي بتجي احنا لق عم جارب مثل ما عم بيحكي على طول اللي هو كمانة نجارب نجيب هالبداعها تكون لبنينية اه بقى فضلت لق خلينا اسعم البططة لبنينية ولو لونة شوية منو افتح يعني بس هيك على قليل برودوية لبنانية حلو متل ما شفتي حطينا اول لير هلق منبلش نحط الفوميلو منصف صفون هيكي على الداير مهم منحطن هيك تاري ما فوق بعضون تلاتة بس بدنا نشيل هيدا السارك اللي تتبين هالحبات كل ليتها سوا ليرز فوق بعضون يعني السلاد قصة التحضير بس ما بدنا شي سريعة بدنا نسكة باخر تاكة متل ما شفتي يعني تاخد معي خمس دقايق فينا نسكبها قبل بساعة ما في بروبلام بس تتغطى مزبوط شغلة كتير مهمة للسلاد خلينا نشيل بعض واحدة من هون احسن هيك طيما يطلعوا معنا كتير عاليين تعرفي حبيت البوميلو وما قصني هون لانا دغل مجرد ما بديك تحطي هلا تقصي منها دغل بتفرض حبيت البوميلو اوكي هلا عندي هون بعض الكيل عند المشللة خلينا نحط المشللة متل ما شفتين فاس فاسة مزبوط انا عصرة منيحة من الماء لانه بتعرفي كل الجبنة نحنا طبعا اللبنانية فيها ماء افضل انه على طول منعصرة من الماء مزبوط ليه لانه مشين ما تزوم على كعب البلاتو خاصة ازا البلاتوين لان احنا عم نستعمله اي رح يبين اذا نزل بنزل زوم بينزل على الطاولة بنا نتبقى او من اضطر نحطها بيجات غمي حتى لالبريزنتاتيون فينا نخلطهم هاودي نحطهم يعني بقالب جات وما في بروبلامين بيجات غمي بس اكيد رح نخسر البرزنتيشن فيهم كبس المزبوط هيك خلي هالفورم ياخد فورم جاتو مزبوط اي صح؟ ونحط هالكيل على الوجه متل ما شفت انو انا الكيل عندي مني كتير حطو اساسي عندي اكتر سويت بوتايتو هالافوكا الكيل هو تعرفي كمان طعمته حدي هون الكيل مش ضروري ان انقعوا قبل بوقت مثلا انا انا بفضل ما انقعوا فضل افرمو هالقدي هيك شي اللي العنق منو فضل افرمو صغير هيك وما كتير انقعوا ليه لانو بي هو طيب الخاص يكون كريسبي الشغل المزعجي بالكيل انو اذا كان سميك مزعج بالتم مش نكفرموه هيك خالص داست في منو كتير بيفركوه بزات و هيك بس حرم عم نفقد هال عم نفقد هالكاليتين تبعوه يلا خلنا نشيل هجوت بعد عندي شكشكون هيك على الوجه شفت الالوان نسلنا الالوان مضبوط مع بعضها عندي كهالابيض هلق بس نشيل المولد بيبينو هالالوان البقية اللي موجودين تحت بيبينو متل ما منحكي هلق فاترة صيف العطول السلادات يكون هيك ريفراشينج كريسبي يعني تقريبا هايدي السلاد خلصنيها هلق دقلا نعمل السوس ومنتقل نعمل الأصبت للجيج نحطها على النار لنلحق نطبخها مرحق نطبخها اول جات هلق منشيل عنه القالب منخلي حده شوية اذا بدنا كمين نخلي على طول لانه كمية تقليل شوية منزيده منخليه على فردمال حد السوس اللي يلي بيحب يزيد نعمل السوس طباع السريعي خلينا نخلص اول واحدة مثل ما شفتي هون انا حاطت هال قصص نكتارين مع القشرة لانه بده القلوين هاده بشوف اللون كيف يطلع على الطول بنا نتبه النكتارين مشكل الوقت حلو بنا ندوقه اذا الاني نقصه حلا بديك تحطي شوية سكر بقلبه او عصن انا راح جيب حط هلق شوية سكر اسمر عطول السكر اسمر بيرتب ملعقة صغيرة لانه تقريبا انبتوين حبيت الشيء يجريبون نكتارين ملعة مطار ديجون خل ابيض لو نعم نعمل نحن فيناجرات اوكي رشة ملح لان عدل الطعمات لانه بالنهاية ما بدنا الطعم تطلع حلوة زيت زيتون ضيق بينا نزيد علي حبق بينا نزيد علي زعتر حلو ايه الاعشاب كلها بتلبق لمجرد ما نحط كل شي في فواكي الاعشاب بيلبقو لانه الفواكي على طول عم طاعة الحلاء الاعشاب فيها طعمة حدي بيعدلوا بعضهم حتى نحن بالسلد معادلين هالطعمات لانو تعرفي اه دخلنا جبنة كمينا والبطاطا جبنة مالحة البوميلو حلوة البطاطا الافوكا كريمي ركبنا هالكومبينيشن كلها تكون مزبوط مزبوط سوس دايك اللون كيف صار؟ محلوة هون القشرة تلعب دورة وبعدنا كلها غزر ايه ما صبت وقال شغل كامل منقشر ايه وحرام عن جد ما هي بتاعتي الطعمة يعني عن جد انا بعد لقيت بالتعجب انه منقشر تفاحة منقشرة يالي هو حرام مش بس التفاحة كتير اشياء حرام تقشرية لنجاز بعد تقشر افضل نخلي القشرة للطعمة والفيتامينز اكيدة السوس روعة لونة كتير بعقل رو حلوة لونة حلو خلينا نشيل خلص اول بلا حوضي حط بعضهم نشيل هالمول سائفه فرش حلو رائع صيفاء سم redistwelt الانجاد رائع. شكله حلو. وبهالطريقة منشوف كل شي دخلنا لسالاد بس من بره. بعد بعد ما ساكبنا بس مبين. ايه لا الطعمة هلا ما في كده خيلي هالكومبينيشن لانه عندك مر يعني عندك عندك المر شوي الكيل كمان احد ما بنعده مر الكيل نحن عنده حد مثل اسبانخ. بس اللي بعضل فيه المر بطايتو عنديك الصوس لانه شويه كمان. يعم. وعنديك المشدولة مالحة. هل كامبينيشن كلا راح تعطي طعمة طيبة. بشاناك على الطول منقول نسق الطعمات ما فينا نعمل نعمل الاكل تكون كلها حدا بالبرودييه لانه ما بتعود فيك تكلية ما فيك تكملية على الاخر. هلا هون خلينا نحضر الخبزة انا عندي جاي بنا نفتحنا قصة مزبوط. عندي هون هالخبزة يلي هي كمان السانكسيريار رح نستعملها هلا شوفي كيف ده نعمل هيدي هيني قصتها هلا هون عم حمز زيت انا شوية صغيرة بنا نحط القصبة على النار انا شو حات اتعامل بالقصبة القصبة دغري اكيدة مغطاية على مصفية مش هيك تاني تفادا ادافينها نصفية تا ما تفرق معنا نحن عم نقليها لانه طريقة القلي بده تكون كتير يعني عم بنتر زيتها يحمى مضبوط لسقطة نسبة الماء فيها كتير عالية القصبة اكتر من اللحمة ما نخاف انه اه ما نخاف انه تطرتش لانه عم نصفية بس ما نخاف انه تحترق ما رح تحترق لانه نسبة الماء فيها كتير عالية يعني ممنوع نحركها نتركها خليها تاخد لون الكرامال نقلبها على الرايق نتركها لانه اذا بقت ميتها بدأ تزنخ معنا على طول هيدا عطول منحكي فيها بس نشوف الزيت مزبوط لك متل ما عم تشوفي هلا الزيت بلش شيعة دخنة معناتها هلا اصري زي ما نحطها تنزل القصبة بدأ انسيها موحركة بطريقة ننتقل نعمل الخبزة هذه الخبزة البيوت طبعا انه بنا نغطسها بالسوس بس تخلص السوس القصبة يعني بتاخد القصبة وهذه الخبزة ما نكون هلا رح نحطها بفرق من لت السوس فيها هاي ده من غمس تغميس رح نعملها هيك هيني مش هنقصها بسكين هرا حنقصها تشنكس هيك بالإيد أكيد افضل نستعمل السريال طيبة ايه اكتر شي فيها نكهة اكتر فيها نكهة طالما شفت عم خزقة بإيدي تخزيق هاي الآن نضع زيت زيتون. لا أريد أن أضع شيء أبداً لأن القصبة فيها زعتر ستكون شوية مالحة لأنه سوف ندخل لها السوية في مقلبة بيون. لا بدنا نحتاج الخبزة مضبوط. الخبز ستنزل بالسوس ستأخذ السيزنينج من السوس. مثل ما شفتها هيك خلص خلصت زيت زيتون رشة صغيرة عطول نحكي عن الخبزة من قلبة من جوة كيف تبقى فاضية كلمة كانت فاضية من جوة مضبوط كلمة العلامة الجودة طبعها أكتر حتى نوع التحين يستعمل كمان أمهم حتى هون يلا ملاحظة أسبة الجيش نسيها يعني ماني مهتم ملبك فيها ومحتر شو بدي أعمله لأ بحترقت أو محترقت لأ خليها عم تاخد وقتها هلأ منقلبها شوي بدا ترتش إجبارة هلأ دغرم نضيف عليا البصل كراميليزي أنا عامل البصل كراميليزي مضبوط منشفه مضبوط ليعطي طعم تحلة هون عندي حاطة أنا بويون عامل بويون دووولاي فيها هنستعمل دومي غلاس كتير بالبقلة كمان رح نستعملها شوية زبدة معها هون نضيف الغاز هلأ نزيدها نضيف المال أحسن نقلل لهذه الميلة هلأ دغرم ريحة طيبة ريحة ريحة بتاخد العقل على طول بجع بعيد البصل كراميليزي بنا نحطه على نار واطية نتركه خليه سير ينتبخ على الراية ترانسفيرنس يعني لايف قط الماء طبعه بس في قط الماء طبعه بيكون كتير منيح ما بتحسي بالقول بصل البشع بالتم مضبوط على طول نلزم نتركه ينشف خلينا نشيل هيدية لخلنا نقص الخبزة ونضبطها بتكون هلأ القصبة عم تشتغل معنا بدنا نرجع نلبس كفوف على طول ننتبهي أنه نغير الكفوف خاصة هلأ بهالفترة يلا روح الخبزة سو القصبة راح نكملها ونقدمها بقلب الخبزة نحطها بقلب الخبزة حتى هالخبزة بس تخلصي فيك بتقصيها تشيلي هالقصبة تفتحيها صح صح يعني وجرد ما نخصها شربة مية اللحمة شربة مية اللحمة كلها سوا نقص الخبزة هلا بدنا نتأكد وننتبه كيف عم نقص الخبزة ما بدنا هي تطلع معنا لوقة يعني عم نشيل غطا من الخبزة بس من فوق من فوق نفتكر مرة بالشاتوية عملت حلقة قناوياتك نعم حتنا سوب؟ حتنا فوندو بقلبة حتنا فوندو بقلبة مزبوط حتنا فوندو بقلبة حتنا فوندو بقلبة مزبوط مزبوط مثل البودينج مثل البودينج هون بنا نتأكد ننتبه على طول كيف عم نشيل هال اللب من قلبه ما بدنا اياها تنفخت لانه بده تركب نترك بارت من اللب نترك بارت من اللب بقلبه من رصها بالإيد هيك من كانو عم نضعك العجيني تدلم عباية بقلبه مظبوط وهيك بيكون عم نضمن انه الحرف ما رح يهرب معنا يعني ما رح ينزل منا من خليه شوية سميك من خليه شوية سميك هون تقريبا صارت تمام هيك من خليه على فرد مال هيك هلا يلا نشيل الخبز اللب حرام ينكب هون القصبة لونة روعة ما بقت ميتة معناتها مزانة خدس مهم شو بحط اللازيت تادبيل منحطها لفاشتابل اويل فاشتابل الزيت زيتون بطع عم لانه عم نزيد عليها نحنا هالفلايفر كلياتها سوى منشان ما ما نقع بمشكلة التعمات الزيت زيتون على الطبخ خمينا يعطي نكه زيلي زبدة ما عم نعمل اكلة خفيفة نحنا نعمل اكلة دسمة دسمة ممتاز أساسا نزيد لزبدة هون ايه بده بده زبدة كتير كتير بيلبق لطعمة الزبدة فيها فيك تحطي شوية بيد أحمر بيد أحمر بيعطيها طعمة طائبة لانه أصبت للجيج أصبت للجيج أصبت للجيج بلاق يعني بتنعد من اللحمة الحمرة ايه ممتاز ساملة على طول وفيه شغلة تانية قطيب وقطيب إذا بيلبق لها كمان البلساميك فيك تحطي شوة صغيرة بيعطي لانه الحلوة بتلبق لها هون عم تفوت كلها الطعمات ببعدها تقريبا صرنا خلصين نحن والقصبة ما بقى أبدا كتير شغل رح حطل شوية بيون ما يكتر لبويون كتير لانه بويون مالح لانه في السويا اللي بديل عبدورو حطل السويا هون وانس أكدنا انه هالقصبة نشف الماء منها منعطيها هالبويون لانه عم دخل البويون زعتر زعتر أخضر زعتر أخضر زعتر أخضر طازة وشاناك عم نحكي أكتر هايدي الأكلة بطير جنوب فرنسا بيعملوها بتنحط بقلب كسرول أو فخارة وبقدموها الخبز حده هلو نحط الخبز حده شوية بهار أبيض بعد معه ما ننتبه بهار الأبيض قوي إذا فيه وليد نتخيدها شوي ما نضغوط لونا ريحتها طعمتها ما حطينها ملح لانه البيون ملح والسويا ملحة هايك خلصنا خلينا نشيل الخبزات ما بدنا أكتر من 5 منصر اولادي الخبزة خالصة يعني مخبوزة خالصة نحن بسك عمنا بياك كوت نحن بسك عمنا بياك كوت نحن عم شواتنا لانه بدنا ناخد بريك ونرجع الاصبي خلصتنا الاصبي خلصتنا بدنا كل يال بنا نضع ونضع خبزة وندو أكيد بعدنا البريك موسيقى حتى تحت كلهم صالحوا مع القصبة حتى كي غيروا رأيهم على القصبة يعني في ناس منون من محبين القصبة يا شربي بس هل عم صالحنا موسيقى 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 رائعة ونظروا مظبوط وشفت العونة كيف صار الخبزات صاروا كريسبيا بس في شغلة أساسية انه ما نزلت ماء معه لانه قال لما تنزل ماء لانه هادي المشكلة الكبيرة انه اذا نزلت ماء هو اكتر شي اللحمة لما تكون كتيرا بالمقلة اكتر شي مزبوط عطولي منحكي انه ممنوع تبق ميتة كل شي اسمه لحل ممنوع يبق الماء طبعه بق الماء طبعه ان شاء الله عم تستعملي اجود نوع اللحمة بالعالم خلص سيديك مشكلة زنخة ما بقى طيبة تعرف شاربي الغاز بالبيوت يعني اذا منه اندكشن مثل هيدا النار بتلعب قيمات اذا فيتح شوي شبك اكيد اكيد خف النار حتى لو معليه يعني ما في كتير تسيطر على الحرارة ما فيك تسيطر على الحرارة بس لما بيحمل ذات لما بيحمل ذات كفاية ويأخذ اول شوك اللحمة ماشي 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 هي اهم شي هيدا اللحكينا عنا بس بريك تحطي اللحمة انه الزات يكون كتير حامي مظبوط وترجع تستعمليه ترجع تحطيهم على النار وما تحركيهم ممنوع يتحركوا حلو نجح نذكر لك انا وصفتنا اليوم عمنا دو رسات جاءت السالات ما بعفزا مبين عليكم رائع عملنا لييرنج افوكاد بطاطة حلوة بوميلو جبنة مشللة شوية كيل وعى الوجه النكتارين والحلو انه شاربيل عمل صلصة السلاة بالنكتارين مع المطاد والزيت كانو عم نعمل فينيجرات بس ضدنا نكتارين علي اكيد نستعمل الفوكة طيبة موسم والحلو بالقصبة انه داخلها زعتر اخضر كاتيا والبصل الكارامليزي هو البصل كثير يعني هوله مغيرين كثير اناف انه يعطوك هاله الكمبينيشن الطيبة حتى ولا هم حطيت الزعتر يعني هالقدي بيعطوك التعام الطيبة بس من هون بترجع انت بتعملي السفير انت بتحطي كزبرة كتير حلو شكرا شاربيل ميسي كتير رح ناخد واقفة مشاهدينا وام كاملين